الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم الله تعالى في مجال النظرية الاقتصادية الكلي ما يسمى العرض الكلي أو كيف نشتق العرض الكلي Derivation of the aggregate supply أرجو أن يكون فيه الفائدة العظم الكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا في زمن الكورونا الذي عذرنا عن بعضنا وعلى بركة الله نبدأ اشتقاق العرض الكلي قدمت في المقطع السابق المتوافر على الرابط الآتي أرجو أن ترجعوا إلى هذا الرابط إخواني أحبتي الطلبة هذا هو الرابط الآن قدمت فيه موضوع اشتقاق الطلب الكلي بطريقة بسيطة كما ظننت سأقدم بإمنا الله تعالى في هذا المقطع موضوع اشتقاق العرض الكلي بطريقة بسيطة إن شاء الله كذلك وقد عرفنا الطلب الكلي في المقطع الطلب الكلي في المقطع أعلى هذا المقطع أتحدث عن هذا المقطع بأنه الطلب على كافة أنواع وأشكال السلع الملموسة وغير الملموسة الملموسة بضائع معينة الطعام غذاء آلات وهكذا وكذا وغير الموسة خدمات خدمات كخدمات الأطباء على هذا المثال لكن مقابل الطلب الكلي هناك ما يسمى العرض الكلي وهو ما تعرضه ما تعرضه للبيع طبعا كافة منشآت العامل في اقتصاد الماء من سلع أي من بضائع ملموسة وخدمات لتلبية الحاجات والرغبات المعدة عنها بواسط الطلب الكلي إذن هنا إشباع حاجة ولكن هذه الحاجات متعددة منها السلع الاستهلاكي المعملة غير المعملة منها الألات والمعدات تحت عنوان السلع الاستثمارية منها السلع العامة منها ما هو معدل أغراض التصدير ومنها ما هو معدل أغراض الاستيراد وبالتالي الآن العرض الكلي من كافة الشكال وأنواع السلع التي نتحدث عنها بالطلب الكلي الآن هناك عدة محددات نتحدث الآن عن محددات العرض الكلي لكن قبل البدء بالحديث عنها لا بد أن نميز بين العرض الكلي في الأمد القصير ما يسمى short run aggregate supply والعرض الكلي في الأمد الطويل أو ما يسمى long run aggregate supply دعني أمهد لذلك إن شاء الله سأبين ذلك بيانيا في آخر المقضى قد تتبدل قيم المتغيرات في الأمد القصير دائما الأمد القصير عرض للتغير الآن يمكن أن نغير حجم العمالة في الاقتصاد بواسطة تشريعات معينة أو بواسطة أي شيء يعني له علاقة بالرواتب والأجور والمكافات وما شابه وقد تتغيرها بمعدلة كبيرة مثل كما ذكرت كميات العمالة رأس المال متخلات الانتاج الأخرى وقد يتغير مستوى الأسعار لكن هذه المتغيرات الكلية لاحظوا لي هنا يعني هذه حالة سبحان الله رصدها الاقتصاديون على مدار عشرات السنين المتغيرات الكلية تنزع نحو الاستقرار في الأمد الطويل وهو ما نبينه بواسطة تمثيل بياني بعد قليل إن شاء الله يمكننا أن نرخص محددات العرض الكلي إذن محددات العرض الكلي الآن في المتغيرات الآتية أولها الأجور الأجور وجز أجور العمال العاملين في الاقتصاد بكافة المنشآت متوسطة معدلها المهم يعني الأجور ثانيا مخزون رأس المال مخزون رأس المال كبتل استقر نسميه إحنا وتقنية الإنتاج production technology أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى كالطاقة مثلا هذه محددات لكن سأقول بعد قليل وهنا تحديدا لا يمكن لنا أن نخفل أو نخفل عفوا نخفل نخفل محددات أخرى مثل قوة ونوعية المؤسسات الشكلية واللاشكلية المقصود بها الشكلية هي التشريعات الناظمة للاقتصاد والمجتمع الاقتصاد والمجتمع واللاشكلية هي عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه وليس ممكن أن نخفل محددات أخرى كحجب السكان ومستوى التعليم والبحث والتطوير ومعدل مشاكلة قوة العاملة أو ما يسمى labor participation rate في عندي بعض البجتمعات أن كثير من الأشخاص لهم فرص عمل لكنهم لا يرغبوا هذه بطالة طوعية وبالتالي معدل مشاركة القوة العاملة لها تأثير في العرض الكلي يمكننا أن ننخص محددات العرض الكلي في المطيرات الآتي كما ذكرت الآن الوجود ثاني مرة بعيدها مخزون رأس المال ضروري أن يعيدها يعني الآن تقنية الإنتاج الأساسية أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى كالطاقة الآن سأدخل مفهوم جديد أحبة الطلبة وخاصة لمبادل القصاد الكلي ما يسمى بدالة الإنتاج الكلي أو ما يسمى aggregate production function هذه الدالة هي تعتمد على مدخلات الإنتاج من عمالة ورأس المال حقيقي وأرض طبعا يعني الأرض والعمالة ورأس المال حقيقي والقدرات التنظيمية طبعا ليس لكل منشآة لكن لكل الاقتصاد فكأنما نجمع الآن كل إمكانيات الإنتاج المتواثرة للمنشآت ونتحد عن إمكانيات الإنتاج في اقتصاد كامل لكن على شكل دالة إنتاج تبين هذه الدالة كمية الإنتاج الكلية الحاصلة من توظيف كل عوامل الإنتاج الأرض كما ذكرت العمالة رأس المال الحقيقي ريل كابيتل آلات معدات ومشارعها والإدارة والتنظيم organization and management الآن على المحور الأفقي هي مدخلات الإنتاج هذه تمثيل بياني إلى دالة الإنتاج مدخلات الإنتاج على المحور العموذي الآن لدينا كمية الإنتاج إلا عندي الآن مدخلات إنتاج هنا على المحور الأفقي وهنا عندي الآن كميات إنتاج الآن هذه دالة الإنتاج عند مستوى تقنية وتعليم وكمية أرض عمالة رأس مال حقيقي وإدارة معينة إلا نفترض الآن نطلق عليها كمية الإنتاج Q1 التي نتجت عن كميات معينة لنفترض الآن بأن تقنيات الإنتاج زادت بانحيث النوعية والكمية رأس المال زاد العمالة تطور علمها ومعرفته في الانتاج أضفنا الآن قدرات تنظيمية وإدارية أعلى ما الذي نتوقع أن يحضل يتوقع الآن بأن كمية الانتاج سترتفع من Q1 إلى Q2 الآن هذا الفرق هذا بالسهم الأزرق هنا الفرق سبحان الله كمية الانتاج يعني لو أخذت هذه النقطة على سبيل المثال وأخذت الآن بعد العمودي كنا ننتج هذه الكمية هذه الكمية أفقيا ذهبت عند الكمية لنفترض أنه خلنا نسميها ال-1 نفسها ال-1 نتيجة لإدخال عوامل أخرى تقنيات معرفة كذا كذا الآن حصلنا على كمية إنتاج أعلى حتى وإن لم تزد بالكم لكن طريقة إدارتنا لها أدت إلى زيارة الانتاج ما يعني الآن بأن دالة الانتاج هي التي تعطينا فكرة عن كمية الانتاج بناء على ذلك سأكمل الآن الآن ارتفاع أسعار السلع التي تنتجها الاقتصاد كله تنتجها المنشآة في الاقتصاد وانخفاض كلها في الانتاج وتطور تقنيات الانتاج كلها تؤثر في العرض الكلي لاحظوا لي لكننا في هذا المقطع سنفترض ثبات كل المؤثرات باستثناء مستوى الأسعار بمعنى آخر بأن هناك فقط علاقة وهي طردية طبعا كمانا نتوقع بين مستوى الأسعار P وكمية الانتاج اللي هي كمية العرض الكلي لأن ارتفاع مستوى أسعار يتضمن ماذا؟ يتضمن أرباحا أكثر للمنتجين ويشير إلى اضطرار المنتجين إلى التعويض عن ارتفاع أسعار المواد ومدخلات الانتاج بزيادة الكميات المنتجة وزيادة للأرباح أو زيادة للأرباح أفضل هنا زيادة لأرباحهم إذن الآن ارتفاع الأسعار يعني مستوى السلع مستوى الأسعار العام P الذي ذكرناه هنا أرجوكم أن تنتبهوا هذا يؤدي إلى تحبيز المنتجين لزيادة العرض الكلي وبالتالي لجاني أرباح أكثر دعنا نمثل ذلك بيانيا أرجع الآن على دالة الانتاج عندي مدخلات الانتاج عن محو الأفق هنا هنا هذه مدخلات الانتاج عن محو الأفق بدالة الانتاج وهنا كمية الانتاج من كل السلع يعني كل السلع بدأنا نعتبرها وكأنها انضوت تحت سلعة كبيرة جدا يسمى هذا aggregate quantity هذه دالة الانتاج عند حالة معينة في Q1 الآن نتيجة لطور تقنيات الانتاج زيادة رأس المال زيادة العمالة أو زيادة معرفة أو زيادة معرفة استخدام رأس المال زاد الانتاج من Q1 إلى Q2 منلاحظ الآن بأن الارتفاع في كميات الانتاج إلى الأعلى الآن بدأنا أمثل ذلك على مستوى aggregate supply أو العرض الكلي على المحو الأفق الآن هي كمية الانتاج وليس مدخلات الانتاج وهنا مستوى الأسعار العام مستوى الأسعار العام على المحور العمودي إذن هنا المحور العمودي مستوى الأسعار العام وهنا كمية الانتاج الآن هذه النقطة لاحظوا لهنا النقطة هذه أدت إلى نشوء هذه النقطة لأنه هذه تحققت عند سعر معين كان منخفض لم يكن هناك حافز أمام أصحاب يعني عملية الإنتاج عندما كانت أسعار مخفضة فقط اختاروا أن ينتجوا هذه الكمية وبالتالي العكسة هنا على محور كمية الإنتاج مقابل مستوى أسعار معين الآن بنتيجة الارتفاع الأسعار كان هناك حافظ لزيادة الإنتاج من هذه النقطة إلى هذه النقطة من A على سمتاد إلى B ما يعني بأنها الآن تحققت هذه النقطة لاحظوا لي ثم زالت الأسعار فتحققت هذه النقطة على منحنة الإنتاج مقابل لهدالة الإنتاج وبالتالي هذا يقابلها هذه النقطة لاحظوا لي الآن العلاقة الطردية بين مستوى الأسعار وكمية الإنتاج لو شبكنا فيها بين بلها النقاط بخط مستقيم نحصل على ما يسمى بالأجر السبلاي هذه AS1 الأولى أرجوكوا تكونوا من تمهين عندما الآن انتقلنا إلى المستوى الأعلى هنا على الدالة يعني على الجزء الأعلى من الدالة أو الدالة الثانية لأنها دالة أخرى تحققت النقطة هذه فهذه مقابلها وهذه الآن مقابلها ضحظوا لي تحققت هذه وبالتالي الآن هذا ما يسمى بالأجر السبلاي الثانية لكن هذه كلاتها عفوا يعني المفروض أني أرجع لكن لا نستطيع الرجوع إلى أني قعد أسجل تسجيل هي بالشورترن الآن تبتيل بيانة الثانية مرة سأعيدها بعد إذنكم مدخلات الإنتاج لكن بدي أسرع فيها لأني كررتها هنا ثالثة الإنتاج Q1 الآن Q2 هذه لأنه الآن اختلفت العوامل من حيث الكمية والنوعية وبالتالي هنا فجوة فهذه الآن على المحور الأفق هنا كميات الإنتاج وهذه مستويات الأسعار هنا فهذه النقطة الآن أدت إلى بروز النقطة هذه وهذه النقطة أدت إلى بروز هذه النقطة على هذا الربع الأول من مستوى ديكار عند الأسعار تحدث الآن وهذه النقطة أدت إلى بروز النقطة هذه وبالتالي الآن شبكنا بينها فهي ما يسمى بـ Short Run Aggregate Supply الأول الآن هذه النقطة على المستوى الأعلى من الإنتاج أدت إلى بروز النقطة هذه وهذه النقطة أدت إلى بروز النقطة الأخرى هذه وبالتالي الآن هذا عندي منحنة Short Run Aggregate Supply الثاني بيختلف وإن كان الميل بيختلف لكن على الأقل لأننا ارتفعنا في كمية الإنتاج ما يعني الآن بأن العلاقة الطردية بين كمية الإنتاج من جهة ومستوى الأسعار من جهة أخرى أرجو التنبيه يعني وتركيز على ذلك بأن العلاقة الطردية بين كمية الإنتاج بالنسبة الآن للأقل أو العرض الكلي ومستوى الأسعار فهذا في الأمد القصير كما ذكرت لكم قبل قليل الآن أخيرا التمثيل بياني لدالة كمية الإنتاج ومستوى الأسعار هنا كمية الإنتاج ومستوى الأسعار لاحظوني الآن بأن الأجرق السبلاي أخذ الخط العمودي غير المائل أبدا هذا اللونج رن أجرق السبلاي أو العرض عرض الكلي في الأمن الطويل بعدما هالاقتصاد وصل إلى حاله أنه وظف كل الموارد نسميها الآن التوظيف الكامل أو ما يسمى بالفول امبلويمنت لفل أوتبوت أي بمعنى آخر يعني استطاع الإقتصاد أن يوظف كل ما يمكن تنظيفه على الأقل في لحظة معينة في لحظة معينة في فترة معينة استطاع أن يوظف كل ما يمكن تنظيفه من العمالة من الأرض من الرأس المال من القدرات التنظيمية حتى وصل إلى الحظ مهما اختلف الأسعار ستبقى الكمية اللي نفترض عند هذه اللي هي واي ستار كمية إنتاج أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع أرجو أن يكون قد قدم الفائدة لكم جميعا أحبتي وإلى لقاء آخر في كلمة أو مقطع آخر مقطع آخر وليس كلمة إن شاء الله فيه فكرة جديدة وفيه درس جديد لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر بإذن الله قريبا